ازايكو حبيبي عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير مبسوط اكون معاكو فيديو سهل وبسيط جدا يا ربي ينردوكو النهاردة هنعمل الارجل الدجاج بالطريقة الكورية يمكن ناس هتقول لا انا مش بحبها لكن في ناس كتير جدا زي حالاتي كده بيحبوها فانا بحب ان انا اعمل طرق جديدة في الاكلات فانهاردة دي طبعا الارجل بتاع الفراخ او الدجاج هتجي بيها من عند الفرارجي هتقولوله مثلا في ناس بتبيحها بالكيلو في ناس بتحطها فوق الفراخ انا بصراحة لما بجي فراخ بخليه يحطيلي شوية حلوين كده فبجمحهم وبعملهم مرة واحدة بنظفها طبعا زي ما انتم شايفين بيضة وجميلة كده وبشيل الضوافر بتاعتها وبنقحف مياه وملح لمدة نص ساعة وخل وبعد كده ببتدي اجيب بقى دي خلطة كده انا بعملها للمشويات بجيب بقى بعد ما بعصورها وباخد الميا بتاعتها ده بصل وطماطماية وحطي بقى انواع البهارات اللي عندك اللي انتي بتحبيها وملح وفلفل طبعا ومعايا دول حوالي ثلاثة كده من الطماطم كل دول هاخد البصل وطماطم هضربهم في الخلاط وهنحطوهم مع الفراخ اه الارجل الفراخ دي يتسلقوا على البطجاز كده انا بعض ما ضربت المقدير كلها او الخضر كله اللي احنا هنحطو الطماطم مع البصل والتوابل هبتدي بقى كده بصوا القوام كده كاني بعمل تسبيكة بيبقى تخين وهبتدي حط الارجل كده طبعا البهارات اللي انت تحبيها حطيها اه بحط زعتر روزميري اه حبهان مستيكا ورق راورو اه كبابا ملح فلفل كاري بالمنظر ده كده وهنسيبها لما تغلي وقرب السوا تعالوا نشوف هنكمل مع بعض ازاي كده بعد ما استويت خدت حوالي رفع ساعة على البطجاز وبعد كده ما تنسيش اهم حاجة تحطي لها كمان اه معلقة من السكر بصوا رشة كده بقى جميلة من السمسم بامانة احنا سبنا الفراخ وكلناها بجد طحفة جربيها بالمنظر ده هتخليك تحبيها طعمها روعة مغزية فيها النسبة من الجيلاتين عالية جدا وفوايدها كتير اخدش كده عبنته وكتبي فوايد ارجل الدجاج بجد طحفة يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة واشوفكم ان شاء الله على فيديوهات تانية كتيرة جديدة